السلام عليكم. بمناسبة مطش مصر مبارح مع كودفوار. افتكرت حد كان معي بياخد معي كورس من اكتر من عشر سنين من كودفوار. في يوم من ايام السيشنز جوه من الناس قالولي يا بشمانس احنا محتاجين ناكل مع بعض النهاردة. كان عندنا سيشن كده. وقالوا لي احنا محتاجين الغد مع بعض النهاردة يعني. فالطول ما فيش مشكلة اشوفها تاكل ايه. فالمهم تتجمعوا. قالوا احنا عايزين ناكل سيبي. ناكل ممبار وكيب ده والحاجات اللي انتم عرفينها. الحاجات الجميلة دي. فالطولوا ماشي بس شوفوا الراجل اللي معنا ده الاول اللي هيكون ما بيحبش الحاجات دي. فرد حد من الناس اللي في الكورس. قال لي بشمانس ما يحبش ايه دول بيأكلوا عندهم قرود. قلت له قرود. لا يا راجل ما تقولش كده. قال لي والله بشمانس بيأكل قرود حتى روح يسأله. فالمهم ما جاب الراجل وسأله. قال له ديو ايت مانكز. قال له يا يا. فبصلت له كده. وكان مصلم على فكرة. قلت له انتم بتاكلوا قرود. قال لي اه بناكل قرود ده لحمتها احلى كتير من اللحمة العادية اللي انتم بتاكلوها. فطبعا اتصدمت جدا. فلقيته بدأ يكلمني ويقنعني ويقول لي ان هي حلال ويقول لي ان هي لحمتها لذيذة جدا. وفي مصر بتباع في اماكن معينة ومش اي حد بيأكلها. والناس بس لليهم كف اكل اللحمة هما اللي بيحبوها. يعني غالبا كده كنت قرقت واقتنع ان الموضوع صح يعني طبعا الموضوع ده حرام طبعا اكل الارود حرام. الارود اصلا لا ينفع تتاكل بحكم الشر. تعالوا بقى نسيب موضوع الارود ونتكلم على حاجة من الحاجات المهمة جدا وهي اه الميتا داتا. لو كتبت في جوجل هنا ممكن ناس كتير من الناس اللي بتتعامل مع الكمبيوتر ساينز اه يكون عد عليهم الفكاب ده قبل كده بس مهمة جدا ان احنا نعرفه للسي اس يوزر والنان سي اس يوزر او والناس اللي هما كلنا دلوقتي بقينا سي اس يوزرز يعني. الميتا داتا هي عبارة عن داتا او هي مجموعة من الداتا اللي بتديك عن داتا تاني. نوضح الكلام. لو انت مسلا سي عندك هنا في الكمبيوتر بتاعك فايل زي مصطفى ده. ده تيكست فايل انت عامله او 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 باوربوينت اي حاجة اي فايل انت موجود عندك على الكمبيوتر. الفايل ده انت بتتعامل معاها كيوزر باسم وبس. اوكي? والكلام ده لكل الناس مش للناس بتوع الكمبيوتر ساينز بس كل الناس دلوقتي بقى بتستخدم الانترنت وباقت اه بتستخدم احنا دلوقتي فا يعني لازم نعرف الكلام ده. الفايل ده احنا بنعرف عنه الاسم بتاعه بس. لكن فيه داتا تانية مهمة جدا انت عارفها عن الفايل ده؟ الداتا دي ممكن تجيبها لو افتعى الفايل وعملت right click وجبت حاجة اسمها properties ده الميتا داتا بتاعت الفايل ده اسم الفايل في ايه الفايل اسمه ايه الفايل بيفتح بانهي ام ي instructional ممكن نغيرو الفايل موجود فين على الكمبيوتر بتاعك الفايل السايز بتاعه ايه طبعا زيله عشان ما تبوش داتا الفايل ده اتعمل امتا اتعدل امتا اتفتح امتا ايه باعتباسي بتاعته الفايل ده ممكن ابص بقى على كتيرة وعلى حاجات كتيرة اللي هي علاقة بالفضل. فموضوع الميتا داتا ده مهم جدا جدا يعني ايه الموضوع يا جماعة مش موضوع ان انا عندي آآ فايل وخلاص لا الموضوع انا الميتا داتا بتاعت الفايل ده ايه ايه الانفورميشن ان انا محتاج اعرفها عن الفايل ده غير ان انا اعرف او مش بس اعرف مجرد اسمه يعني. حتى احنا عندنا آآ يعني كود كده في الكمبيوتر ساينز قولك عرفت الفايل ده يقولك اه تقوله عرفت الميتا داتا بتاعته يقولك لا تقوله ايه ما عرفتوش. شكرا السلام عليكم.